مرحبا، أنا سالي أبو علي وهذا بودكاست مشغول في هذا الموسم رح نستضيف أخصائية أو أخصائي مختص في سوق العمل ليحكوا لنا عن هذا العالم واليوم موضوعنا هو العمل عن بعد واللي رح نستضيف فيه سيدة رندا أبو غوش أخصائية موارد بشرية مرحبا رندا، أهلاً زالي كيف حالي؟ طمام، الحمد لله رندا تعرفي الجمهور من رندا أبو غوش؟ أوكي، أنا رندا أبو غوش أخصائية موارد بشرية صرلي بهذا المجال تقريباً ست سنين يعني أكتر خبرتي بالقطاع الصناعة بشكل عام يعني المنفاكتشيرينج والعمل عن بعد هو تحدي بالنسبة لي يعني كـ HR بهذا المجال حب أضيف كمان أني أنا أم جديدة وجديدة رجعت على شغلي وأكيد العمل عن بعد كخيار هو يعني ممكن كتير يساعد أحياناً المرأة بشكل عام بالشغل وأحياناً لا جميل فإحنا هلأ رح نسألك أول سؤال زمان لما كنا نحكي بالعمل عن بعد كان الأصحاب العمل يستهجنوا هذا الموضوع؟ أنا شو اللي بتحكوا فيه؟ يجت جائحة كورونا وقلبت كل الموازين وصار لابد من هذا النوع من العمل في بيئة العمل واللي إحنا زمان كنا نحكي عنه أنه هذا بساعد على الحفاظ على الكفاءات أنه التنوع العمل عن بعد العمل المرن ليش هالنقلة إجت؟ وليش فيه ناس أخدوها يعني زي ما بيقولوا الأميال بعيدة أزود من اللازم وفيه ناس تساتها رافضتها فيه ناس تقبلتها يعني خلين نحكي شوي شو أسبابها طبعا زي ما بتعرفي هلأ قبل 2020 ما كان فيه فكرة العمل عن بعد هلأد كتير كبير بالعالم كله مش بس بالأردن نسبة كتير كتير قليلة بالعالم برضو يعني نحكي 5% بآخر الدراسات حسب ما شفنا اللي كانوا بيشتغلوا عن بعد سواء بالبيت أو يعني اللي بيسموها working from anywhere أو أي مكان بعد كورونا يعني من 2020 خلينا نحكي أنه أكبر مخرجات كانت لكوفيد اللي هو جائحة كورونا هي كانت العمل عن بعد هاي أكبر مخرجات اللي طلعنا فيها من كورونا جميل وبكل القطاعات من دون استثناء كان فيه العمل عن بعد طبعا أشتغلت بشركة أدوية ما كان العمل عن بعد خيار متاح لكل الموظفين بهذاك الوقت لأنه طبيعة شغلنا طبيعة العمل بالضبط كانت تفرض علينا أنه إحنا بهذا الوقت بالذات بجائحة كورونا لازم نضل مدومين من الشركة فزي ما بتعرفي إجت كورونا فرضت علينا أنه إحنا طب بدنا نكمل شغلنا قطاعات التانية الشغل بده ضل مستمر صار فيه شوتداون أكيد الشركات سكرت لأيام فيه ناس لأشهر الشغل بده ضل مستمر فصار هو خيار نعم اكتشفوا الشركات بهذاك الوقت إنه في كتير شغل بقدر الشخص إنه ينجزه من البيت منزل نعم ومع الوقت صار يبين إيش سلبيات وإيجابيات الدوام عن بعد بس خلينا نحكي إنه هو صار على الأقل خيار تقدر تطرح الشركة بالبوليسي تاعتها إنه بقدر الشخص إنه يداوم من البيت على أتليس إنه صار فيه هذا الإشي موجود هلأ يعني تقبلوا الفكرة بنوعا ما ومع التجربة أنا بآمن إنه التجربة هي خير وبرهان طبعا وزي ما حكيتي هي يعني لو ما بتزبط لكل الفئات لكن أتوقع برضو صار فيه توجه لأصحاب العمل والتوعي إنه في بعض الأعمال ممكن إنها تنعمل لها أوتوميشن يعني يكون فيه شيء بدائل تخفيف لإنه اليوم بشعر العمل إنه أوكي رندا بتقدر تشتغل عن بعد بس هالي لا هذا ما بيأثر على الموتيفيشن خلينا نحكي على الحافز العمل عن بعد هلأثر على الحافزية للموظفين؟ طيب هلأ أشوفي عشان نحكي عن الموضوع من البداية العمل عن بعد كموضوع كفكرة ككونسبت فيه إلا تو سكولز مدرستين مدرستين إيش بيحكي لك إنه العمل عن بعد كتير ممتاز وهو أحسن خيار وخلص خلينا نصير نشتغل عن بعد وإيش بيحكي لك لا العمل جوه الشركة هو الأحسن طبعا المدرستين فيه لهم إيجابيات وسلبيات واحدة من السلبيات زي ما قد تفضلتي هلأ هي الموتيفيشن الحافز للموظف فيه أشخاص منذ منهم أنا سلف موتيفيتد يعني حططيه بالبيت شخص بيحفز نفسه بنفسه أو حططيه بالبيت العمل بقدر إنه يشتغل ويخلص الشغل بس فيه أشخاص لا يعني مش المانجمنت تاعتهم يعني مش سلف مانجمنت يعني مش بقدر إنه يدير حاله من حاله على التسكات أو على الشغل أو على طريقة الشغل اللي بدي يخلصها فبتطلب منه إنه يكون فيه مدير معه عم بيساعده زملاء معه في نفس القسم بقدر إنه يفصل يحكي معهم أو يطلب منهم الشغل فيس توفيس فهاي واحدة كانت من السلبيات إنه كتير من الأشخاص ما بتحفزوا ذاتياً أو ما بقدروا لحالهم يتحفزوا حتى لو نحكي عن الأشخاص إنه السلف موتيفيتد زي ما بقدروا كتير يطولوا في يعني يشتغلوا يعني يكون في عندهم عمل عن بعد لفترة كتير طويلة بس يكونوا لحالهم أو يصيروا بيسموهم إنتروفرت يعني وحدة إنطوائية إنطوائية بيحبوا يعني هيك إلهم شخصيتهم عادي بيجب أشتغل لحالهم ما بيهموا إنشاف أشخاص أو تعامل مع أشخاص فيه أشخاص إذا مش انطوائيين كتير اجتماعيين أو بيحبوا ينجزوا الشغل بفيس توفيس أو عندهم مثلاً مهارات التواصل كتير عالية بيحبوا يتواصلوا مع زملائهم بيجبرهم العمل عن بعد إنهم يصيروا انطوائيين وهذا رح يأثر أكيد طبعاً على الشغل نفسه على أداءهم أداءهم كتير أكيد رح يتراجع لأنهم هم ما بعرف يشتغلوا بهاي الطريقة ومش كل الأشخاص عندهم هاي الفلكسابيلتي إنهم يقدروا توادابت أو يقدروا إنهم يعني ما بعرف إيش بحكوها بالعالم يتأقلموا مع العمل يقدروا إنهم بالضبط يغيروا من شخصيتهم عشان يقدروا يمشوا الشغل راندا هذا هيك بيخليني أفكر نحنا بنقول إنه دائماً الواحد يكون أخر الأمور الوسط يعني بس قديش بيفيد العمل لعن بعض الأشخاص اللي عم بيحاولوا يعملوا مشاريع خاصة لإلهم أو أشغال خاصة لإلهم يعني بالنسبة لإلهم لما يشتغل عن بعض هو فيه يعني فيش رقابة دائمة عليه مع إنه في بعض المؤسسات مثل في عندها أنظمة إنه بيبين إنه هل هو شغال على اللابتوب قاعد 24 ساعة اللابتوب ولا لا لكن إنه بيقدر إنه ينجز بعض المهام الخاصة فيه بأشغاله أداش فادت الأشخاص اللي بالفعل إلهم أشغال خاصة إنهم ينموا مشاريع خاصة لإلهم بالفترات الماضية الأكيد فادت كتير يعني أنا بعرف في صاحبة لإلي يعني عادي عندها بس شغل واحد تشتغل بس شغل واحد لما اضطرت إنها تشتغل بالبيت اكتشفت أنه هي بتقدر إنها تنمي هاي المهارة عندها إنها تشتغل شغل تاني بالوقت اللي بيكون معاها لتساوي بعد الشغل بعد الشغل اللي هي بتخلصها فأول إشي بفيد إنه بيخليك تكتشفي مهارات أنت ما كنت بكتشفتها بحالك لأنه أنت قاعدة لحالك طول الوقت جميل فبتكتشفي إنه أنت بتقدري إنك تشتغل شغل تاني أو تقدري تفتح مشروع جديد for example وفادت الأشخاص اللي قردي عندهم هاي المهارة أو عندهم مشروع إنهم بقدروا يديروا هم بنفسهم بنفس الوقت لهم قاعدين بيشتغلوا بالبيت أكيد فهذا طبعا جاني هيك سؤال أو من بعض الدراسات اللي شفناها فيما يخص يعني العمل عن بعد بعض الدول يعني طلعت بعض المصادر بتقولك إنه النساء أكثر تضرراً كانوا من العمل عن بعد من الرجال رغم إنه يعني خلينا نقول إنه أداي بيحكوا بتمكين المرأة والعمل على البعد هو لتمكين المرأة وبيساعد المرأة كأم كأولاد كعمل لكن في دول طلعت إنه كانت المرأة يعني أكتر عرضة يعني وسلبية من هذا الموضوع ممكن تحكي لي شوي أكتر يعني برضو بخرينا نقول يعني عشان ما يقولوا إنه إحنا فقط رح نحكي عن المرأة برضو بعض الدراسات بعض الدول بتقولك إنه في أشخاص كان سلبي عليهم العمل عن بعد اللي أنت حكيتي عنهم هم الأشخاص الاجتماعيين لأنهم الذكاء الاجتماعي لكن النساء ليش ضد تضررت في بعض الدول من العمل عن بعد هلأ فعلا نشوفي هلأ هاي الدراسة أثبتت أول إشي إنه العمل عن بعد بيزيد الإنتاجية وفعلا للمدرستين سواء اللي بيحب يشتغل من البيت وبحب يشتغل مش من البيت فعليا الإنتاجية بتزيد بالشغل من البيت حيلا ليش؟ لأنه بيكون بس هاتسعة بيشتغل بس ما في وقت بيخلص شغله يعني هلأ لما إحنا مندعم من المكتب خلص على الخمسة الشغل نختم نطلع بس إذا الشخص ما معه سيارة بطر يطلع بباصل شركة فهو رح يضطر إنه خلص يسكر لبتبه ويطلع عشان يروح بس بالبيت لا لبتب مفتوح 24 ساعة مفتوح وما في إنت متواصل وتوفر ولا إشي عشان هيك نفس الدراسة أثبتت صح إنه النساء هم أكثر عرضة إنهم يستغلوا بأوقات الدوام وبالشغل أكتر وما بعده ليش؟ لأنه ما في وقت بخلص خلص إذا مديرها مداومة من البيت هي رح تظلم مداومة من البيت يعني إذا هو ما خلص شغله وما سكر رح تظلم مداومة معه عشان تخلص الشغل فما في وقت محدد هي بتقدر إنها تسكر فيه اللابتوب لحد ما يخلص الشغل ففعلا خلينا نعمل هذا التقرير خلينا نعمل كذا خلينا نشتغل على هذا التاسك فما في وقت بيخلص فيه خلص بش ساعات عمل محددين حتى لكي نفسها ما تنتبه إنه هلأ ساعة صارت خمسة إذا بدأ أسكر اللابتوب يعني بصير الموضوع كيف بدأ أحكي لك قد غريب إنه أنا أروح أسكر اللابتوب على الخمسة بالبيت بش زي بيئة العمل بيئة العمل بكل سهولة أنا بسكر خلص خلص دوامي وبروح آه خلص ما وبسكر موبايل بالبيت مع إنه ما فيش ما يمنع أنا أقول انتهى دوامي يعني أنا انتهى عملي أنا سلمت مهامي لليوم عملت مثلا ثمان ساعات آه طيب العمل عن بعد برضو كان إلو نوع من تلاقي الدول كلها بتقولك على أن لا يقل الراتب ما يقل الراتب ما تنزل الرواتب بعض التوجهات بتروح إنه لأ بخفض الراتب كونه أنا خلت يشتغل عن بعد ليش التفكير هذا يعني إنه إذا هو اشتغل عن بعد فأنا بدأ أقل الراتب ولا إنه ما يجهش بس البعيد بش على مكتبه على قد ما بيبين موضوع إنه الواحد يشتغل من البيت كتير أسهل وكتير أحلى إنه الواحد بدأوا بالبجاما بس حصوه همشي البجاما مرتاح وخاصة لما الواحد البيئة بيحبها يعني الواحد بيئة البيت مثلا كتير مريحة لإله ولما بيشتغل فيها بيكون كتير مرتاح بجيطة بتكون كتير أعلى بجزا لما بروح عالشغل إذا بده مثلا خاصة إذا كان شغله بعيد كتير عن بيته يعني إذا بده ساعة سواعة طاقة الصبح تخيلي قدير رح يوصل على البيت أصلا تعبان من الاسواعة وخاصة معي مثلا تطلع له واحد من هون ساء غلط خالف نهاره تعييس بالضبط فبيروح على بوصل على الشغل مش زي لما بس حيشتغل في البيت مية بالمية على قد ما ببين الموضوع كتير أسهل في البيت بس في عنده الانترنت مش دائما رح يكون كتير ممتاز عنده تكلف انترنت طبعا إذا كانت المرأة عندها بيبي في البيت بدها تدير بالها عليه يعني رح تضطر إنها تشتغل مثلا المهام الموجودة عندها وتدير بالها على البيت أو تطبخ الطبخة فعا قد ما ببين الموضوع كتير سهل بس هو صعب بده كتير تايم مانجمال تكتير عالية ليقدر يوفق بين المهام اللي مطلوبة منه وإنه يضل هو عم بيشتغل مرتاح فصراحة ما بعرف ليه هو هذا التوجه عم بيصير لأنهم يقللوا الراتب وبالعكس لازم يزيد الراتب تكاليف يعني الانترنت بده يضل شغال أنا بده أظن 24 ساعة متابعة من البيت لشغلي ما بقدر أطلع أفصل مع زملائي أطلع بريك وأرجع فش بريك ما في بريك ما في بريك مظبوط فلا والعمل بالإنتاجية وليس في عدد ساعات عمل وين أنا موجود شو أنا اللي رح أقدمه ليش أنا موجود ليش أنا متوظف على أساسه طيب رندا يعني هذا بأخذنا لسؤال معين إنه ما هي القطعات اللي بناسبها العمل عن بعد والتي لا يناسبها يعني أكيد في قطعات لا يناسبها أو يمكن بدها حلول أخرى لكن على الأغلب ما بناسبها فشو هي قطعات برأيك التي لا يناسب والتي يناسب هلأ شوفي هو فيه نوعين من الموظفين يعني بكل العالم في عنا إشي بنسميه إحنا بالأتش آير ويت كولر والبلو كولر الكولر هاي يعني الأب الأب فالوايت كولر اللي هم الموظفين اللي بقدروا يشتغل الأب البيضاء القب القب البيضاء اللي بقولولها اللي هي الموظفين المكاتب بالضبط بقدروا يشتغلوا شغلهم على الكمبيوتر على اللابتوب بطبيعة شغلهم بقدروا أنهم ينجزوها من أي مكان مش بس من البيت نعم العمالة اللي هي الانتاج اللي هم العمال العمال اللي بيشتغلوا على خطوط الانتاج نعم على المنتج نفس بيكونوا موجودين على خط الانتاج يشوفوا المنتج يفحصوا المنتج يخزنوا المنتج هدولة يعني ما بزبط حتى من البيت أنهم يقدروا يشتغلوا هذا الشغل فأكيد فيه قطاعات أغلبية عدد الموظفين فيها أكبر لا هم البلو كولر الناس العمال مظبوط وفي شركات لا كل شغلها زي شركات مثل الـ IT الـ Consultation هدولة أغلبهم white collar هدول بيقدروا يشتغلوا من أي مكان بالعالم نعم طبعا بختامنا هيك سؤال الأخير أسألك يا إذن العمل عن بعد هو نعمة أم نقمة هلأ ما بقدر أحكي لك هو نعمة أو نقمة لأنه زي ما حكيت لك هو في مدرستين بس أنا يعني إذا بتسأليني لو فيه خيار ثالث اللي هو الفلكسابيلتي أو المرونة في بيت العمل يكون العمل عن بعد ضل أوبشن هو نعمة أكيد أنه يكون فيه أوبشن لشباب سبشل البنات يعني أنه يكون فيه العمل عن بعد خاصة بالشتاء خاصة بالأجواء يعني خاصة واحدة مثلا بعد المتيرنتيلي بعد اللي هي عطلة إجازة الأمومة يكون فيه أوبشن إلها يكون عارفة أنه هاي الشركة بتوفر لي خيار أني أنا أشتغل عن بعد هو نعمة أكيد بس أنا من جهتي بفضل أنه يكون فيه مرونة ما يكون العمل كله دائماً عن بعد ولا يكون دائماً بالأوفيس إذن بنهاية حلقتنا موضوع العمل عن بعد هي حاجة هو شيء مهم ومطلوب ودحنا دائماً منشجع عليه لحتى نحافظ على الموظفين لحتى نعطي الخيارات وهذا الموضوع مش رح يخلينا ننسى أنه إدماج وتحفيز موظفيننا لأنه ممكن تكون طريقة أو إذا ما بيناسبهم أنهم يغادرون ويتركون شكراً لضيفتنا رندا أبو غوش بودكاست مشغول من إنتاج صوت ترجمة نانسي قنقر